أرادت إسرائيل فرض واقع جديد في الضفة الغربية ليس فقط بعد السابع من أكتوبر ولكن قبل ذلك بسنوات فتصطدم اليوم بعمليات فردية تعود إلى الواجهة مرضا أخرى بما تشمله من طعن ودهس وما إلى ذلك كيف تقرأ ربما أستاذ وليد هذه العملية في هذا التوقيت تحديدا وأيضا ملابساتها وكيف نتوقع أن يتصرف الاحتلال الإسرائيلي عقب هذه العملية الجديدة شكرا لك يعني بداية إسرائيل فقط هي التي أعلنت أن هذه عملية قد تكون مجرد حدث سير ولكن في كل الأحوال منذ أن تسلمت هذه الحكومة الإسرائيلية في 29-12-2022 الحكم في إسرائيل وهناك تصعيد متعمد داخل الضفة الغربية يعني نحن لا نستغرب عندما نقول أنه وزراء أساسيين داخل هذه الحكومة مثل سموتريج وضعوا خططهم في عام 2017 وأعلنوا أنه حسم القضية الفلسطينية يكون من خلال التهجير والضغط وخنق الفلسطينيين اقتصاديا ومن خلال استخدام فقط العصى والعصى الغليظة وما لا ينفع بالقوة سوف ينفع بمزيد من القوة هذه الحكومة هي التي فرضت هذا الواقع البائس والذي يعني من عام 67 منذ داية الاحتلال الضفة الغربية وهناك دائما مقاومة فلسطينية ورفض لهذا الاحتلال جسم غريب بالنسبة لفلسطينيين ولكن الآن في ظل الحرب تتصعد هذه الهدوة وهذا شيء طبيعي ومتوقع يعني من أي شعب يعني يواجه حرب إبادة بحقه وبالتالي فكرة هي أنه قد لا يجب أحيانا أن نقرأ كل عملية بأنه لها دلالات خاصة في توقيتها نحن لا نتحدث في حال قررت أن هذه عملية نحن لا نتحدث عن تنظيم سياسي لديها أيديولوجيا ويقرر متى سوف ينفذ عملية وسوف يكون لهذه العملية دلالات من حيث التوقيت والمكان الأمر لا يبدو على هذا النحو دائما داخل الضفة الغربية الفلسطينيين جميعا يشعرون بالإجراءات العنيفة والتعسفية المفروضة عليهم منذ 7 أكتوبر المجيد وعليها هم يتصرفون يعني عندما نقول عملية فردية بالرغم من التساع ربما هذا المصطلح حسد وليد إن كان من حيث المفهوم والتوصيف ولماذا قررناه بالدلالات والتوقيت لأن عندما نشاهد هذا الفيديو كما تفضلت حضرتك أن من تحدث حتى الآن هو الاحتلال الإسرائيلي ولم نسمع شيء من الجانب الفلسطيني ولكن لو افترضنا جدلا أنها عملية فردية كما رأيناها استادفت ذلك الجندي الإسرائيلي فمن غير المستبع لها دلالات في هذا التوقيت الضفة الغربية تعيش على وقع ما تعيشه غزة اليوم فبالتالي هناك غضب كبير للفلسطينيين ونتوقع أن يحدث هذا إن كان في الضفة إن كان في القدس وإن كان حتى في العمق الإسرائيلي نعم دعيني أشير على بعض النقاط بعض الإجراءات الإسرائيلية التي يعاني منها الفلسطينيين يوميا وهي نراها حديث ونقاش كل فلسطيني في كل مقهى وكل جامعة وكل مركز أبحاث وهي ما تغلغها في حياة كل فلسطينيين واحد منذ 7 أكتوبر فرضت إسرائيل حصارا على كل المدن الفلسطينيين يوجد هناك سبع مدن كبيرة داخل الضفة الغربية إسرائيل أغلقت هذه المدن وحولتها إلى معازل أو كانتونات مغلقة وتركت منفذا واحدا أو اثنين حول كل مدينة وبالتالي هي قيدت حركة الفلسطينيين بشكل يعني يعني يعاني منه المرضى والطلاب والمعلمين والموظفين ويلمسونه يوميا هذا واحد تنين إسرائيل صعدت من إجراءاتها في خنق الاقتصاد الفلسطيني هي قلصت بشدة أنوال التي يعني يجب أن تجنيها وتعطيها للسلطة الفلسطينية وأخفلت سوق العمل عن العمال الفلسطينيين وتقوم بتدمير بنى تحتية وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي في كل المناطق التي تشتاحها ثلاثة الفلسطينيين يدركون أنه لا يوجد هناك يعني القيادة الفلسطينية التي الموجود داخل الضفة الغربية لا يوجد لديها صوت واضح لا مع ولا ضد الحرب على قطاع غزة ولا يوجد لديها إمكانيات على إيقاف هذا يعني التوغل الإسرائيلي الذي يطال عن حياة كل فلسطيني كل هذه الأمور مجتمعة يعني إلى جانب الخلفية العام للمشهد وهو هناك حرب إبادة على الشعب الفلسطيني كل هذه يعني تحول الضفة الغربية إلى برميل من الوقود قابل أنه ينفجر في أي لحظة طيب هذه الجبهات كلها التي فهتحتها إسرائيل أستوالي نتحدث على الضفة الغربية نتحدث أيضا عن العمل المنظمة الذي رأيناه في داخل المخيمات كما تبعناها من قبل المقاومة الفلسطينية نتحدث عن ما يحدث في شمال إسرائيل عن غزة نتحدث عن جبهات الإسناد كلها هل إسرائيل بتقديرك قادرة على الاستمرار في هذه الاستراتيجية وهذا النهج من أجل تحقيق تلك الصورة صورة الرضع التي داعت منها في السابع من أكتوب هل هي قادرة على المواكبة؟ يعني أنا لا أعتقد أن إسرائيل قادرة على أنتونهي يعني منذ عام 67 إسرائيل اعتمدت استراتيجية طويلة الأمد مع الفلسطينيين يمكن أن نسمي هذه الاستراتيجية إدارة السكان بمعنى هي تمنحهم دخول إلى سوق عمل إسرائيلي تعطيهم بعض الامتيازات الاقتصادية تشعرهم ببعض الرخاء الاقتصادي وباليد الأخرى تضرب بيد من حديد ويد غليظة وعنف وإرهاب عسكري إسرائيلي لكل حركات المقاومة أو حركات السياسية الفلسطينية هذول يعني العصى والجزرة كان يعني متضافرين يعني يداً بيد منذ عام 67 ولكن منذ حوالي أربع سنوات أو ثلاث سنوات ومع سعود هذا اليمين تخلى اليمين عن سياسة الجزرة سياسة الرخاء الاقتصادي الاحتلال المتنور وأبقى بيده فقط العصى الغليظة ظناً منه أنه فقط من خلال العنف يستطيع إما أن يحقق كي الوعي لدى الفلسطينيين أو أنه يردعهم سياسياً من خلال الخوف والبطش ولكن يعني في النهاية في نهاية الأمور هناك يعني خمسة مليون فلسطيني يعيشون في الأرض المحتلة ثلاثة مليون داخل غزة وثلاثة مليون في داخل الضفة الغربية إسرائيل لن تفرد عليهم جنسية إسرائيلية غير قادرة على أن تهجر ملايين الفلسطينيين ولا يوجد هناك أي حل بالأفق بيد إسرائيل سوى أنه يستمر هذا الصراع بمعنى أنه لا ينتهي هذا الصراع من خلال العنف ولا القوة العسكرية الإسرائيلية ولا من خلال الإغراءات الاقتصادية ينتهي بحل سياسي وهذا غير مستعدة إسرائيل اليمينية والتوراتية أن تقدمه وهذا سمعناه حتى اليوم من زعيم المعارضة لبيدة الذي قال أن طرح قيام دولة فلسطينية هذا غير وارد في هذه الفترة غير مطروحة للطاولة وأنه لن يتم منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس قيام دولة فلسطينية لأنه لم يدن ما حدث في السابعة من أكتوبر هنا بالعودة أستاذ وليد إلى الضفة الغربية وما سمعناه من تصريحات سموتريتش هل تمضي خطة سموتريتش في إفقار الضفة الغربية وفي تهجير ألاه بتقديرك؟ يعني خطة سموتريتش هي تستند إلى تفسيرات توراتية انتقائية تقوم بها نسميه تيارة صهيونية الدينية هم يطلقون على الضفة الغربية اسم يهودة والسامرة له دلالات توراتية يهودة والسامرة هي حق للشعب اليهودي هكذا تقول روايتهم أو تفسيرهم للتورات وبالتالي الفلسطينيين في الضفة الغربية هم أشخاص مارقين وطرح سموتريتش في خطته عدة خيارات الخيار الأول هو ترانسفير أو تهجير سواء طوعي أو بالقوة ويقول أن الفلسطينيين من يريد منهم أن يربي مشاعر قومية وتحررية يوجد هناك 22 دولة عربية يستطيع أن يهاجر إليها أما من يريد أن يبقى في أرض يهودة والسامرة أي الضفة الغربية يجب أن يقبل أن يكون دون مستوى التمثيل السياسي ويقسم الضفة الغربية إلى سبع بلديات كبرى وكل بلدية لديها قيادة سياسية الفلسطينية منفصلة تنصك مباشرة مع إسرائيل هذا واحد تنين هو يريد أن يرفع عدد المستوطيني داخل الضفة الغربية إلى مليون بحلول عام 2040 وبهذا هو يشرع بمد أو توسيع الاستطان بشكل متسارع جدا جدا في النهاية هذا يعني هذا يولد ديناميكيات مستقبلية واضحة جدا لا يمكن أن نختلف عليها مستقبل الضفة الغربية قد يكون وللأسف يعني وأقولها بتحفظ قد يكون أخطر من ما شهدته قطاع غزة خلال هذه الحرب لأننا نحن نتحدث عن منطقة جغرافية صغيرة مساحتها خمس تلاف مليون دنوم يعيش فيها مستوطنين وفلسطينيين جنبا بجنب ولكن المستوطنين يسعون إلى إقامة دولة متفوقة على فوق الفلسطينيين وليس بجانبهم هذا سوف يؤدي إما نحن وإما هم لا يوجد مع التوراتيين ودعاة الاستطان ودعاة إقصاء الفلسطينيين لا يوجد هناك حلول وسطة أو مساومة وهذا يعني ليس فقط انتهاء حل للدولتين وإنما يعني أن هناك مستقبل قد يكون للأسف مؤلم ينتظر الضفة الغربية